اشتركوا في القناة نلتقى معكم اليوم بحلقة جديدة من برنامج صوت الشعب الصوت المسموع صوت كل مواطن أردني في كل مكان فتحية مسائية لكم جميعا من هذا البرنامج وكوادر البرنامج أكيد لدائما نبحث عن تقديم الخدمة لكل مواطن أردني في كافة محافظاتنا الأردنية من العقبة جنوبا إلى الرمزة الشمالا كالمعتاد دائما هذه التحية نبدأها معكم عبر شاشتكم الـ A1 TV حتى نوصل دائما صوت المواطن في كل مكان فدائما دورنا وخدمتنا هي أن نكون في خندق واحد لخدمة هذا الوطن الغالي ومعكم دائما أعزائي المشاهدين في هذا البرنامج برنامج صوت الشعب بالتواصل المستمر وأكيد بنبحث دائما على تواصلكم معنا على أرقام الهواتف الموجودة أسفل الشاشة وبنفس الوقت التواصل دائما على صفحة التواصل الاجتماعي صدام المجالي طبعا صوت الشعب فمتمنى أكيد دائما لقاءكم معنا يكون حتى لو ما كنا في وقت البرنامج ما بعد البرنامج حتى نقدر نتواصل إحنا وإياكم لخدمة أكيد المواطني في كل مكان وكالمعتاد بنبدأ معكم حلقتنا لليوم والحديث في آخر الأخبار والمستجدات على الساحة الوطنية وأول الأخبار معنا لليوم القائد الأعلى يشارك رفاق السلاح بتمرين السيف القاطع وكان يوم أمس أكيد لقاء جلالة الملك في هذا التمرين مع أبناء القوات المسلحة حتى يعني البحث في الجاهزية العسكرية ومواجهة أكيد كل الصعوبات اللي ممكن ترتبط بالجانب العسكري أكثر منها ارتباطها بالجوانب الأخرى ممكن كمان بما يتعلق بالحدود فدائما جلالة الملك يبحث مع أبناء القوات المسلحة وأبناء الوطن تعزيز دور وجود القيادة الهاشمية مع القوات المسلحة حتى يكون هناك روح معنوية أكبر في تواجد جلالة الملك مع أبناء القوات المسلحة اللي أكيد منكن لهم كل الاحترام والتقدير ومنشد على يديهم دائما لخدمة هذا الوطن وشاهدنا فزعتهم كمان فزعت القوات المسلحة بأحداث البحر الميت الخبر الثاني معنا اليوم اعتصام متقاعدي الأمن العام أمام مجلس النواب طبعا كان فيه اعتصامات مختلفة وإضرابات لموظفي البلديات للمتقاعدي من القوات المسلحة واليوم متقاعدي الأجهزة الأمنية وموجودين أكيد على بوابة مجلس الأمة هذه الاعتصامات وهذه الإضرابات وكل هذه الأمور اللي نشوفها الآن على الساحة الوطنية هي تراكمات الأحداث السابقة وبنفس الوقت مطالب من أبناء هذا الوطن بتحسين الحال ويعني درء الحالة السيئة اللي بنعيشه اليوم كمواطنين بظل الظروف الاقتصادية اللي بصراحة ترتبط اليوم بعنوان كبير في هذا الوطن الغالي فإحنا أكيد بنضم صوتنا لكل مواطن أردني يبحث عن التحسين يبحث عن تعديل الحالة والحكومة اليوم يعني بصراحة بتواجه عبئ كبير جراء الضغط الشعبي والضغط من كل الجهات من التيارات من الأحزاب من مجلس النواب من الجميع بصراحة ما بنحسدهم على هذا الشيء لكن متمنى أن يكون هناك إجراءات سريعة لخدمة المواطنين في كل المحافظات لأن هذا الشيء أكيد مطلب من عدد كبير من أبناء هذا الوطن الغالي لأنه صار التأثير بصراحة منهك على جيب المواطن الأردن ومنهك على حياة الاجتماعية من العيشة وتغيرت المفاهيم والاعتقادات وحتى الأعراف والتقاليد اختلفت مع الظروف الاقتصادية السيئلة من العيشة اليوم الخبر الثالث معنا اليوم في حلقتنا دولة عمر الرزاز الحكومة تتحمل مسؤولية حادثة البحر الميت طبعا هذا الحديث قبل شوي هذا خبر عاجل حديث دولة رئيس الوزراء مع مجلس النواب تم تحديد اللجان وتم تحديدها اللجان خاصة اليوم الحكومة كانت مباشرة اعتراف كامل أنه نحن المسؤولون عن الأحداث الأخيرة الآن بعد الاعتراف بهذه المسؤولية أنا بجلس شهد قبل شوي بعض كلمات النواب مطالبة باستقالة الحكومة المطالبة باستقالة وزير التربية والتعليم هو وزير السياحة على خلفية الأحداث الأخيرة لكن احنا في جزء بسيط بدي أحكي فيه بخلاف موضوع استقالة الحكومة هذا شيء مطلب شعبي صار لأنه احنا إذا بدنا نخفف الاحتقان الموجود لكن النقطة الأساسية لازم نحكي فيها اليوم كمجلس نواب قبل ما نطالب الحكومة بالاستقالة أو نطالب الوزراء بالاستقالة لازم نفكر اليوم كيف ممكن نخفف من المشاكل الممكن تكون في الأيام القادمة يعني فيه مخفضات وفيه شتوات كثيرة وفيه عنا مشاكل كثيرة في بنية تحتية متهالكة كل هذه الأمور راح تأثر في الأيام القادمة الأصل في مجلس النواب هو شريك طبعا بالمشكلة القائمة الآن أنه احنا اليوم نفكر كيف ممكن نحسن أكثر وأكثر في البنية التحتية الآن المشكلة انتهت صار فيها أكيد شوهتها صار فيها مشاكل كثيرة ننتظر اللجان وننتظر الحكومة بإعطاءنا كل المعلومات وتحمل المسؤولية لكن بنفس الوقت احنا مننتظر من مجلس النواب ومن الجهة التنفيذية والقضائية أنه يكون هناك الآن النظر بعين الاعتبار لكل المشاكل اللي ممكن تكون موجودة اليوم على أرض الواقع وحلها قبل ما يكون فيها مشكلة ثانية ونرجع استقالة حكومة واستقالة نوابه والآخر الاستقالات يعني ما بتفيد ولا تغني من جوع نروح للخبر اللي بعدها تسجيل أول دعوة قضائية بحق وزير التربية والتعليم بسبب كارثة البحر الميت نحن نحكي فاجعة وكارثة ومأساة وموضوع كبير جدا وزير التربية والتعليم بصراحة بعد هذا الصخط الشعبي وبعد تسجيل هذه الدعاوة وبنفس الوقت كل شيء نشوفه نحن اليوم على الأرض الواقع كنا مننتظر ولو أنه على أبسط الأمور يقدم استقالة للحكومة الآن قبلت الحكومة ما قبلت الحكومة ما قبلت الرئيس ما قبل الرئيس الدولة إلها أمور كثيرة لكن يعني نخفف شوي من حديد الشارع ونخفف شوي من الهيجان الموجود بالشارع الأردني أنه والله أنا شايف أنه أنا كشخص ما قصرت لكن الكوادر الموجودة قصرت وما كنا إحنا حازمين باتخاذ القرارات ولا قادرين أنه نعمل شيء يتناسب مع الظرف الحالي فأنا أقدم استقالة عند الحكومة والآن ترجع الأمور لا الحكومة بقبول الاستقالة وعدم قول الاستقالة طيب طيب أعطوني الخبر العاجب بسرعة وبسرعة أعجروني طيب طيب الآن قبل شوي أنا وردتني الآن معلومة يعني من غرفة القلوري أنه مجلس النواب الآن يطالب بجلسة طارئة لحجب الثقة عن الحكومة ما هو كما مجلس النواب أنتوا لعطتوا الثقة قبل أيام أو قبل شهر لهذه الحكومة وبرقم يعني ممتاز وشفنا مباركات النواب للحكومة طبعا ترتبط مراته مصالح شخصية لكن اليوم الموضوع صار هموطني صارت الشيء يتعلق بجانب مهم يمس المواطن الأردني اليوم النواب تحركوا بدهم جلسة طارئة يتحدثوا فيها أو يعني يحجب الثقة عن الحكومة هو مطلب شعبي لكن بنفس الوقت إحنا لما نعمل جلسة طارئة حتى نحط النقاط على الحروف قبل ما نفكر بالاستقالات نفكر كيف ممكن نخدم هاي البلد ونحاول قدر الإمكان يكون في عنا جلسة طارئة نشوف وين الثغرات الموجودة وين الأخطاء الموجودة وين الأشخاص اللي ما بقوموا بأعمالهم ونبلش نشتغلها قبل ما نفكر في الاستقالات لأنه أي حكومة جديدة راح تجي راح تقول لك والله أنا الآن ما لي دخل ونرجع نحط استراتيجيات وخطط شديدة وهاي القوانين الموجودة اليوم كلها راح ترجع حتى موضوع العفو العام راح يصير فيه يعني فترة زمنية طويلة وراح نأثر احنا اليوم هدفنا الحالة الصحية اللي ممكن نحكي فيها اليوم في هذا البرنامج أو أمام النواب وأمام الوزراء أنه جماعة الخير اليوم بدنا نقعد نصلح ونحل الاستقالة مطلب شعبي لكن بنفس الوقت بدنا شيء على أرض الواقع يكون حلول للمشاكل الموجودة ما بدنا بكر تجي حكومة جديدة وينهار جسر أو وصل عندنا مشكلة نرجع نقول والله بدنا نستقيل الحكومة مرة ثانية شو استفدنا من الاستقالات احنا أكثر بلد في العالم حطينا حكومات وحطينا تعديلات وشو استفدنا المديونية تبعتنا بالمليارات المليارات ولليوم المشاكل الموجودة على أرض الواقع وبني تحتية متهالكة شو استفدنا انه كل يوم نحط احنا حكومة جديدة أو نحط تعديل جديد من الوزراء الخبر اللي بعده التربية تتولى إدارة مدرسة فكتوريا حتى إشعار آخر بعدما التربية قررت اغلاق المدرسة ولإشعار آخر وبعدين رجعوا قال لك لا بدنا نرجع نفتح المدرسة قرروا الآن انه هم يتولوا إدارة يعني أنا ما بعرفوا الموضوع مش موضوع إدارة الموضوع مش موضوع إدارة مدرسة يعني مش موضوع مناهج وموضوع أنصبة وموضوع أمور إدارية وإرشاد طلاب في شركة سياحية في مدرسة ثانية شفنا إحنا الإعلان تبحى وهي موجود على صفحة صوت الشعب إحدى المدارس نطلع رحلة ثلاثين عشرة اليوم اليوم عندهم رحلة طب وهي كمان عندهم مشكلة يلا التربية تروح وتستلم إدارة هذه المدرسة وهو المشكلة من الإدارة من فوق مش من الإدارة المدرسة أنتوا اللي قاعدين بتسمحوا للمدارس تطلع رحلات مغامرات بالظروف جوية سيئة طالب عمره عشر سنوات أنت قاعد بتطلع رحلة مغامرات تسلق ويدخل بنهر إذا مشكلة عندك أنت كتربية مين اللي دخل الشركات الخاصة تشتغل مع المدارس وتنظم مثل هذه الرحلات مين اللي دخل المطربين والفنانين على المدارس ولم كل بنات المدارس حتى يقعدوا يعني يغنوا يرقصوا مع مطرب الله بيعلم من وين جايبينه مين اللي بيعمل هاي الإجراءات وبتكن تستلموا إدارة المدرسة يعني شايفين المدارسة الحكومية كيف الإدارة فيها تحاولوا مدرسة خاصة لسه تحت إشرافكم بكرة بتناقروا عليها مين ديوت يشتغل فيها ومين بده نعطيه حوافز ومين لآخر يعني بصراحة ما بعتقد أنه هالإجراءات اللي منشوفة اليوم تتناسب مع طموح المواطن أو تطلعات المواطن الأردن ما بعتقد فيه إجراءات أسهل فيه إجراءات أسهل أنتم ما شاء الله الناس متعلمة ناس مثقفة الناس بتفهم وزراء مسؤولين الأصل في عندكم بعد نظر بالتفكير ووضع الخطط والاستراتيجيات لكن مثل هذه الأمور بصراحة بتخلي الواحد يعني لا يفكر ويعيد للعشرة إذا بدو يتعامل الآن مع الحكومة وتعامل مع الحكومات الجاية وحتى السابقة طيب نروح لها خبر جديد طبعا هذا من أهم الأخبار التي لا يمكن أن نتحدث فيها اليوم صراحة أنا كنت أعطي جزء كبير من الحلقة للحديث في هذا الموضوع استشهاد دركي أثناء تنفيذ واجب أمني يوم أمس طبعا عزائنا لأهل الشهيد وعزائنا لكل مواطن أردني على تراب هذا الوطن الغالي وأكيد إحنا نتوجه لله سبحانه وتعالى أن يقبلوا أكيد مع الشهداء والصالحين وبنفس الوقت نتقدم من عائلة الشهيد بأحر التعازي بنفس الوقت هذا الواجب الكبير اللي بيقدموا أبنائنا وأبناء الوطن في خدمتهم لوطنهم هذا الشهيد وشهداء القلعة وشهداء إربد وشهداء الصلط كلهم أشخاص بصراحة بصراحة استطاعوا أنهم يرسموا لوحة إنسانية لوحة ترتبط بالولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي فإحنا نتقدم من عائلة عبد الرحمن الجرادات أكيد بكل التعازي ويعني الله يلهمهم الصبر والسلمة على الفقدان فقيدهم وشهيدهم وهو شهيد أمة وشهيد وطن وإن شاء الله يكون لنا شفيع يوم القيامة بإذن الله وبنفس الوقت أنه إحنا دائما نحط إيدنا في إيدين بعض لأنه فيه أشخاص والله صادقين أشخاص قاعدين بقدموا أرواحهم لخدمة هذا الوطن الغالي أشخاص صدقوا العهد وحلفوا على كتاب الله أن يخدموا هذا الوطن بشكل صحيح والأشخاص دليوم مجتمعين ودليوم بيحكوا وبنادوا وبطبلوا وبغنوا وبنفس الوقت الكل قاعد يعني والله يمستمع مرات لحديث أنت تتأذى منه بس شغل سواليف شو عرض الواقع إحنا الآن هدف النواب استقالة الحكومة طيب بعد استقالة الحكومة بدنا نرجع الناس اللي ماتت بدنا نحسن البنية التحتيية الموجودة هل الوزير اللي جاي راح يفكر بكل النواحي الخدمية الموجودة هذا الشيء بصراحة بيخلينا أنه نفكر أكثر في الأشياء اللي بتصير اليوم الأرض الواقع طيب طيب هذا الخبر مش عاجل صار حكينا في بداية الحلقة عن مطالب النواب الآن باستقالة أكيد وزيرة السياحة وبنفس الوقت استقالة وزيرة التربية التعليم برجع بحكي بكرر مرة ثانية الموضوع مش موضوع استقالة الموضوع مش موضوع إنهاء خدمات شخص إن كان قصر أو ما قصر اليوم مشكلتنا في البلد الفساد اللي موجود لازم ينتهي مشكلتنا اليوم لازم تكون إنه نظرة ثاقبة عنا رؤية حقيقية لتحسين الوضع الموجود إنت في عندك عباب البيت جهة انهدت إنت في باقي البيت مش تقول تفكر مين اللي استهتر وما بناصح لأنه ممكن على الأحداث اللي بتصير يصير عندنا مشاكل أكثر وأكثر وإحنا من تبهين كحكومة أو كنواب إنه والله بدنا نستقل واستقال الوزير التربية وأجه واحد جديد شو رح يصير ولا إشي إحنا لمنتظر تغيير النهج والخطط والإستراتيجيات الموجودة هذا الشيء رح يسعدنا وهذا الشيء رح يحسن من الجود الموجودة قبل ما نفكر أنه والله وروح يعني هيك النواب يعتبروا حالهم عملوا إنجاز عظيم باعتقدة هذا مش إنجاز أنا اللي شايفه مش إنجاز نهائيا طيب الخبر اللي بعده الحكومة السورية ستفرض مبلغ 105 دولار كرسوم لدخول المركبات الوردنية إلى أراضيها والمدة الزمنية لهذا الرسوم 15 يوم ومن ثم يتم التجديد فيها عن طريق الترخيص في مناطق مختلفة في ديوشق بار حكينا عن الخبر اللي هو ممنوع دخول السيارات اليوم أخوانا السوريين حددوا مبلغ هم حرين هذه السياسات إحنا كل يوم الدولة الأردنية بتطلع ضرائب على المواطنين وما حدا بيحكي هم محرين بدهم السيارات يدخل عندهم بقول لك بيعمل أزمة يعني بيعمل مشاكل فالشخص اللي بده يدخل بده يدفع 105 دولار ع كل مركبة يعني بحدود 73-74 دينار الآن المشكلة مش بالمبلغ اللي تم صرفه المشكلة بالسياسات الجديدة اللي تم تفعيلها أول بأول في وطننا هذا الشيء اللي بخلينا يعني نتساءل أكثر وأكثر إحنا كيف نربط علاقتنا مع الدول المجاورة إحنا اليوم يعني في خبر بعد هذا الخبر كنت بتمنى كوني الخبر موجود قبل هذا الخبر حتى أعلق عليه واشوف إحنا في الأردن شو منقدم إحنا في الأردن شو منقدم عشان نشوف ردة الفعل العكسي اللي مشوفها من الدول المجاورة أو من الأشقاء أو من الدول الأجنبية أو من آخرية عطوني الخبر تبع توفير 80% من قيمة طيب هذا الخبر الأولى يكون قبل الخبر هذا توفير 80% من قيمة احتياجات الشتاء لللاجئين السوريين شوفوا إحنا كيف نفكر وشوف الناس الثانية كيف يتفكر بعد اللجوء السوري موجود ما عنده لحدود فتحت يعني بإمكانهم الآن يزوم مواعيهم والله معكم لكن ما زارت الأردن فتحة أبوابها للجوء السوري وبعدنا إحنا نحن نحكي عن توفير 80% من قيمة هذه 80% ترى يعني مأخوذه من قوت المواطن الأردني ومن دم المواطن الأردني ومن أكل المواطن الأردني ومن شرب المواطن الأردني على فكرة التقصير اللي صار بالخمس سنوات الماضية والسبع سنوات الماضية بالميزانية وبالمياه وبالأكل وبالشرب وبالوظائف وبالبطالة كان أسباب اللجوء السوري عنا في البلد واليوم إحنا شافيه ردة الفعل كيف فلازم يكون إنه موقف حازم إحنا كمان بهذه الأمور ونفرض إحنا ما هو قاعد بوكل نفس الخبز اللي بوكله أنا لما رفعت الدعم عني رفعت الدعم عنه فأنا ويا قاعدي في البرد نفس الموضوع بالعكس هو بتجي خدمة أنا ما بتجيني خدمة وإحنا بنحكيها إحنا أول كنا ساكتين لأن إحنا بنحكي في مشاكل في سوريا وإحنا اليوم كمواطن الأردني لازم نوقف مع عشقانا لكن لما نشوف ردات الفعل لا تتناسب مع الطموح ومع النظر الأردنية للوضع إحنا لازم نغير سياساتنا أنا ما بحكي عن شعبين أنا بحكي عن سياسات إحنا شعبين شعب الأردن السوري مناسبين بعض وقرائب وولاد عم معنى مشكلة لكن السياسات هي اللي بتعمل فوارق فإذا شايفين السياسات اليوم اختلفت معنا كمواطنين أردنيين فلازم السياسات من الأردن تختلف مع الجانب السوري بغضنا شو القرارات شو الاتفاقيات الموجودة أنا بدي أتعامل بالمثل من هون رايح تعبنا قدمنا الأردنيين طرود طائرات أدوية أكل شرب كهرباء مي ما خليني إشي إلا قدمنا مصر بالمرحلة اللي وقفوا عنا الغاز عنا مليون مصري بيشتغل فاتحين مليون بيت في مصر أحرفين أن نتعامل بالمثل هذا الشيء بصراحة العين بالعين والسن بالسن هذا الشيء بني بحث عنه لكن إحنا نشوف قرارات بتأثر علينا وإحنا كمان نقعد نظن الجامل لا ما بدنا نجامل حكومة من خمس سنوات هي بتلوح إحنا واحد سبعي في المية ثنين سبعي في المية ثمانية سبعي في المية من مصاريفنا راحت للجوء السوري لكن اليوم إحنا شايفين شو بصير فينا فالأحرفين أنه كمان إحنا سياساتنا تختلف وتعامل أنه يختلف قبل ما أطلع للفاصل بس بدي أرجع للجلسة الموجودة الآن أو الجلسة القائمة ما بين مجلس النواب ومجلس الوزراء والكلمات أنا استمعت لست سبع كلمات لبعض النواب وكلهم كان يتحدث بأنه استقاة الحكومة واستقاة الوزراء وإمين المقصر كل آياتنا مقصرين كل شخص موجود على أرض الأردن مقصر الأهالي مقصرين لأنهم ما اتخذوا الحيطة والحذر بالنسبة لأبنائهم حتى لو المدرسة بتطلع على الورقة الموجودة وطلعين مغامرات فالأحرى فيك أنك تعرف وان طالع ابنك المدرسة مقصرة لأنه المدرسة قاعد بتطلع رحلات وتابع لشركات وتستفيد مصاري وزاد التربية وتعليم مقصرة لأنها أعطت الفرصة لهذه الشركات أنها تتغلغل ما بين المدرس الحكومة مقصرة بشكل عام لأنها ما عملت رقابة حقيقية على الوزارات ومجلس النواب هو المقصر لأنه هو بمثل الشعب والأصل فيه يكون هو الجهة التشريعية اللي بتحط القوانين وبتسنها حتى تمشي عليها الوزارات وهو دور رقابي شامل كل شخص مقصر وإحنا الإعلام مقصرين لأنه بنوخذ بعض الأمور في جوانب معين ومننسى أمور ثانية ومنهتم في بعض التفاصيل ومنهتم في التفاصيل الثانية فكل ياتم مقصرين إذا تحاسب كل الشعب لازم تحاسب لكن فيه أشخاص حسابهم لازم يكون مختلف هذا الشيء اللي نبحث فيه ونتحدث فيه لأننا اليوم بحكي بصوت شعب صوت مواطن أردني بدنا نطلع على فاصل صغير وبعدها نستضيف ضيفنا اليوم اللي راح نعرف فيه أكيد بعد الفاصل ونتحدث بأمور تتعلق كما بالتقصير وتتعلق بجوارب تخدم وطننا الحبيب شرياء صقر العرباني ملكنا عبد الله الثاني حق النزال الماتاني باشدة نقلب نهايب حق النزال الماتاني باشدة نقلب نهايب هالا وهلابك يا هالا هيا حي لي بي يا والا هالا وهلابك يا هالا هيا حي لي بي يا والا جشنا ما لا هد نبدي والجدي يزوال بجلدي سلاح الجوي ما يهدي هزكورات على السحايم هالا وهلابك يا هالا هيا حي لي بي يا والا هالا وهلابك يا هالا هيا حي لي بي يا والا تحية وقالف تحية للأمر راعي الحمية كل الأجهزة الأمنية إعقاب وإلهام خالف هردوني وفارس عالخيلي كريمه ومانا بيخيلي هردوني وفارس عالخيلي كريمه ومانا بيخيلي وبروحي أحميتي خيلي مردل ينصع لي خايب وبروحي أحميتي خيلي مردل ينصع لي خايب هالا وهلابك يا هالا هيا حي لي بي يا والا هالا وهلابك يا هالا هيا حي لي بي يا والا أردني حر المماتي مرفوع الرسم حياتي ما أركح الأفصلاتي للخالق نجرى الهابايا هالا وهالا بك يا هالا هيا حيلي بي يا وانا هالا وهالا بك يا هالا هيا حيلي بي يا وانا أردني كلمة مهيوبة على الكارة مه مكتوبة هنا فسعة العروبة هنا لنفك كمي شايف واللي عهدينا من سامح نرسله نعيالا مبارح واللي عهدينا من سامح نرسله نعيالا مبارح شبابه لنصاح الصايح ووله يبزع الشايف شبابه لنصاح الصايح ووله يبزع الشايف هالا وهالا بك يا هالا هيا حيلي بي يا وانا وارجعنا أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل مستمرين معكم اليوم في حلقتنا صوت الشعب الصوت المسموع ودائما تواصلنا معكم مستمر عبر شاشتكم الـ A1 TV حتى نعلق ونسلط الضوء على الأمور اللي بتخص المواطن أردني في كل مكان تحدثنا في الأيام الماضية مع مجموعة من أصحاب السعادة والمعالي والعطوفة وتواصلنا مع عدد كبير من المسؤولين حتى نسلط الضوء على أكبر عدد ممكن من المشاكل والشكاوى المتعلقة بمطالب المواطنين في كافة المحافظات في مملكتنا الأردني الهشمية ولما نتحدث عن المحافظات ونتحدث عن المجالس ونتحدث عن البلديات ونتحدث عن كل شيء مرتبط بالخدمة في الآون الأخيرة ومن سنتين الحديث كان مرتبط باللا مركزية وهذه الرؤية الملكية بتحديد النواحي الخدمية بمجالس مرتبطة بمجالس المحافظات وكنا نطبح أن يكون هناك دور كبير لهذه المجالس لكن اللي شهدنا على الأرض الواقع كان هناك ضعف في بعض المجالس المحلية ومجالس المحافظات اللي ما قدمت الدور المطلوب منها وكان هناك أعذار من قبل هذه المجالس لفكرة وليدة ننتظر المستقبل وننتظر القرارات الحكومية حتى يكون هناك تساعد وتشاركي في خدمة المواطنين لهيك اليوم حبينا نستضيف شخصية مرتبطة بالمجالس المحلية ومجالس المحافظات حتى نتحدث أكثر وأكثر وكون لدينا معلومة ونشوف كيف ممكن نسلط الضوء على الخدمة اللي ممكن نقدموها اللا مركزية أكيد في وطننا الحبيب فخلوني أرحب برئيس المجلس بالوكالة لمجلس محافظة العاصمة نائب رئيس المجلس الأستاذ المحامي مهند نعيماته سعيدين بتواجدك معنا اليوم في برنامج صوت الشعب واليوم احنا نتحدث باسم الشعب وأنتم تتحدثون كمجالس محافظات بصوت الشعب من النواحي الخدمية أكثر من أي ناحية أخرى السؤال اللي بدنا نطرحه بصراحة بما يتعلق اليوم باللا مركزية إذا بدنا نوضح للمواطن اليوم الأشخاص اللي ما بيعرفوا صوتوا لكن ما بيعرفوا ما هي اللا مركزية ما بيعرفوا ما هي المجالس المحافظة نوصل الصورة بعدين نقتحم باقي المواقع اللي ممكن نحن فيه جاهزين بداية بس اسمح لأخي صدام أنا بداية أتقدم بحر التعازي إلى مولاي صاحب الجلالة وإلى الوطن وإلى أهالي الشهداء بوفاة أبنائنا الطلبة وبعض المواطنين الله يرحمهم ويحسن إليهم ويدخلهم الجنة إن شاء الله إذا تتكرم علي أنا مقدمتك لما أنت حكيت أنه في الضعف في المجالس فس خليني أعقب بداية على هالمقدمة ونرجع وندخل إن شاء الله هذا وارد من الشارع الأخرى وأنا بدي أوضح هاي النقطة هلأ إحنا إنت يعني بلشت قلت الضعف في المجالس شوف أخي صدام صدقا وإنت مطلع وجزء كبير من أخوان المواطنين مطلعين الضعف ليس في المجالس أبدا وما كان في المجالس الآن إحنا جميعا يعني نعلم تماما أنه أنه هاي خطوة ديمقراطية لغيات الإصلاح السياسي هاي رؤية مولاي صاحب الجلالة رؤية كانت في محلها رؤية رائعة التقسير ليس في المجالس وإنما التقسير في ضعف القانون نعم إحنا ننطلق من النقطة هاي والآن نتباحث فيما بعد ذلك الآن في موضوع المجالس تفضل طيب الآن إحنا إذا بدنا نذكر أنه ما في ضعف نعم ممكن ضعف يكون بالقوانين نعم صحيح بالشيء اللي ممكن يعطى صحيح لهذه المجالس صحيح المجالس اليوم هي أبناء وطن صحيح شاءت الظروف أن يكون الآن في مجالس محافظات صحيح الإنجازات وإحنا اليوم صراحة كتبة منة أنه يكون فيه جزء يعني ذكر المجالس اللامركزية أو مجالس المحافظات حتى في الأحداث اللي بتصير نعم إحنا اليوم نحط عن نواب على الوزراء عن نواب على الوزراء على الحكومة مباشرة رئيس الحكومة لكن ما فيه ذكر صحيح ليش ما فيه ذكر صحيح صحيح الإعلام للأسف بداية الانتخابات اللامركزية كان قوي حتى الدعم الحكومي الإعلامي لموضوع الانتخابات كان قوي لكن التقصير بلش ما بعد إفراز اللي هما أعضاء مجالس المحافظات فما كان فيه هناك إعلام يوضح للمواطن شو دور أعضاء اللامركزية ما هي دور المجالس المنتخبة التي أفرزت الغاية منها أهدافها شو الأمور اللي رح تحققها للمواطنين إحنا يعني بين قوسين خلينا نوضح بس مبدئيا أنه المجالس المحافظات أو بين قوسين اللامركزية هدفها تنموي بحت خدمي بحت الهدف منها إشراك المواطن في صنع القرار التنموي وكما قال يعني مولاي صاحب الجلالة بأكثر من كتاب تكليف سامي وتوجهاته للحكومة أنه مجالس المحافظات يجب أن تحقق دورها التنموي يجب أن نشرك المواطن في صنع قراره التنموي ويجب أن يتم توزيع الخدمات أو مكتسبات التنمية بعدالة فلذلك وجدت اللامركزية نحن مختلفين تماما عن كافة المجالس المنتخبة الأخرى سواء بلديات أو مجالس النواب الدور واضح إحنا أنا حكيت كثير بالإعلام بهذا الموضوع حصرا مجالس النواب جميعا نعرف أنه هدفها رقابي تشريعي مجالس الأمانة دورها خدمي مباشر بيقدم خدماته المباشرة للمواطنين من ترخيص وووو وخلافه ومجالس اللامركزية دورها الآن مختلف تماما مجالس اللامركزية بتشتغل على مستوى المملكة ككل بتقدم خدماتها التنموية الاستثمارية على مستوى المملكة فهذا الإطار العام خلينا نحكي من هاي النقطة هذا هو الإطار العام في نقطة مهمة ليش ما شهدنا عتب من المواطنين على المجالس المحافظات في الظرف الأخير شوف سيدي بداية احنا كل المجالس بلا استثناء لكن أنا هون بعيد وبحكي التقصير الإعلامي المجالس جميعها طلعت بيانات بالأحداث الأخيرة التي تمت وطالبت بإنشاء لجان للتحقيق والوقوف على أسباب الأحداث الأخيرة فبالتالي احنا كل شيء بتم داخل حدود المملكة بغض النظر عن الأمور الخدمية نحن معنيين فيه طب غياب الإعلام الآن الإعلام ممكن ما تم يعطاء فرصة من المجالس المحافظات يعطاء الأدوار يعطاء الأفكار بالعكس يعني أنا في أحد الأيام اتصل معي أحد أعضاء المجالس المحافظات ما أبدأ أحكي عن المحافظة شو هي تشتكي من مشكلة بيئية موجودة في أحد المحافظات فردي عليها كمباشرة إذا أنت اليوم كمجلس محافظة بتحكي معي أنا كقناة وكبرنامج بتشتكي على البلدية وعلى المحافظة على موضوع نفايات فأنتي وين دورك ممتاز أنا بالأصل لما تجيني الشكوى أتصل معك أنت كمجالس محافظة وأوصل لك الشكوى وأنت توصليها فإذا وصلت فيك أنت توصلي المعلومة فهي مشكلة كبيرة ممتاز ممتاز أجاوبك إذا سمحت الآن هون هاي اللي بنتكلم فيه من البداية ضعف القانون أخي صدام إحنا إشكاليتنا بمعظم بنود القانون فيما يخص الله مركزية صلاحيات مجالس المحافظات صلاحيات ضعيفة جدا الآن الفكرة جديدة المشروع جديد مع أني أنا على الرقم أني ما بحب أحكي عنه أنه مشروع أبدا هي فكرة مولاي صاحب الجلالة وتبلورت وأصبحت الآن على أرض الواقع وأصبح فيه إنجازات الآن رح أعدلك لإنجازات وأحكي لك مجالس المحافظات على الرغم من عدم وجود الأدوات للعمل الأدوات صفر وعلى الرغم من ذلك يوجد هناك إنجازات الآن أنت تفضلت وحكيت لي أنه فيه أحد الزملاء بيحكي معك قصب عنه طبعا بديه يحكي معك بما أنه القانون ضعيف ما أعطني صلاحيات أنا كيف ده أقدم الخدمة للمواطن الآن إحنا السنة الأولى من عمل المجالس وجدنا للأسف أنه فيه هناك ثغرات فيه معيقات فيه تحديات أمام عمل المجالس لأنه حتى جزء كبير من للأسف سواء أنا بديش أنا أسمي الأمور بمسمياتها بدي أحكي أنه قوة الشد العكسي اللي اشتغلت ضد مجالس المحافظات مجالس المحافظات الآن بحكم القانون هي صاحبة الولاية العامة في تقديم الخدمة للمواطن طيب أنا بدي أسأل سؤال مهم قبل أن نأخذ الاتصال وبنأخذ الاتصال نرجع نجاح اليوم مجلس النواب منذ بداية ونشأته ونواب يتحدثوا أن يبعدونا عن الجانب الخدمي وخلونا في الجانب التشريع لكن أنا لاحظت أنه بفترة الانتخابات بعض النواب استمروا بالنواحي الخدمية وكانت شعاراتهم خدمية وكانت عنوينهم خدمية وكتبهم خدمية وضربوا بعرض الحائط مطالبهم بتنصيرهم عن فكرة الخدمات وسحبوا القوة من المجالس المحافظة واليوم هم الأقدر على تشريع القوانين لخدمة المجالس المحافظة هذا الموضوع هاي إشكالية كبيرة من عيشة اليوم اليوم أنت كمجلس نواب بالطالب بالطالب أنه إحنا يبعدونا عن النوع الخدمية توفر جلالة الملك اليوم جانب خدمي أنت رجعت تشتغل خدمي أنا بدي أيد كلامك مئة في المئة بداية المجالس زي ما حكيت لك بالسابق الآن حتى المواطن حتى النواب حتى الحكومة هذا جسم جديد دخل على منظومة حكومية فتحصيل حاصل راح يكون فيه هناك قوة شد عكسي الآن أنا أمامك بحكي ما زال جزء كبير من النواب ما زال بشتغل خدمات على الرغم من وجود مجالس المحافظات هي المعنية بالخدمات الآن إحنا اللي أنا كنت أحكي فيه بعض قوة الشد العكسي موجودة لكن إحنا بالفترة الأخيرة والسنة سنة وشهر تقريبا من عمل المجالس استطعنا أن نفرق وأن نعمل خطوط واضحة لدور مجالس النواب ودور مجالس المحافظات النائب معني بالخدمات عفوا النائب معني بالتشريع والرقابة ومجالس المحافظات معنية بالخدمة إحنا لن نسمح يعني أنا اسمح لي هالنقطة هاي إحنا لن نسمح لن نسمح بأي أنه يكون فيه هناك أي تعدي على دور أعضاء مجالس المحافظات طيب طيب خنوخذ هذا الاتصال من أخت غادة ونرجع نستكمل يعني الحديث بصراحة بده حلقة وحلقتين أكيد أخت غادة يعطيك العافية الله يعافيك يا هلا تفضلي أختي أنا والله شو اسمه السلام عليكم أوليشي وعليكم السلام بدي أحكي لكم أنا جاؤي محبوص صلو 3 شهر آآ محبوص على 165 دينار أنا مكسر علي أجار شهرين طيب أنا مكسر علي أجار شهرين طيب أجار دار مش كدر أدفع عشان أروح أدفع 165 دينار عشان أطلعه المعين إنا عشان يصرف علينا يدفعنا أجار دار يصرف علينا أكل شرب أنا كاعدة بأيبي عفشي كطع كطع بس عشان أصرف على حالنا عبل ما هو طلع طب انا من ولي اروح ادفع مئة وخمسة ستين اذا مش دافع اجار دار عشان طلع جوزي اللي هو المعين انه. زواجك محبوس على مئة وخمسة ستين دينار. اكون بها لخمسمية قيمتها عند ربع القيمة اذا ما ادفعها مئة وخمسة ستين دينار. الربع القانوني. اه. اه. طب انا اجار دار مكسر عليك اون خمسة ايام رح يطلعني الزلمة اذا انا ما دفعت. طب اذا انا ما ايش ادفع اجار دار كيف اطلع المعين تاي عشان هو يعيني ويدفع ويشتغل ويصرف علينا. طيب طيب. انا انا كنت بدي احكي بس يعني اه اه عطوفته اه سبقني بالحكي. نعم. فا انا بدي الرسالة تصل منك. انا سيدي بداية اه الاختي اتمنى انها تراجعني على المجلس. على مجلس محافظة العاصمة. خلينا نشوف اه موضوعها. احنا في عندنا بعض المبادرات هاي من ضمن الامور. بعض المبادرات المعنية بها يعني مثل هيك مواضيع. وان شاء الله انه احنا مش رح نقصر معها او اي مواضع. اخت غادة. مجلس محافظة العاصمة. اخت غادة بعدك معي. اخت غادة راحت. طيب طيب. اخت غادة. اه اه يعني الان هي الرسالة مباشرة. اه اه يعني اعطوفته مباشرة ياريت انك اه تتواصلي. رح نتصل معك مرة ثانية ياريت رقمك تكون موجود. ونتواصل معك. حتى معك معي غادة غادة. اه اه. يعطيك العافية غادة. الله يعافي. استمعتي شو حكى عطوفته معك ولا ما سمعتي. الله يعافي. سمعتيني ولا ما سمعتيني. سامعت. طيب. بعاف انك سامعتني. بدني بس اه اه اجزوري بجلس المحافظة. اه 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 اعطوفة الاستاذ مهند نعيمات. وراح يتخذوا الاجراءات اللازمة. وان شاء الله ما بكون خاطرة غير طيب. ان شاء الله. وين هاي بس انا بدي العنوان. بمحافظة العاصمة. طيب. بمحافظة العاصمة. بمحافظة العاصمة. وراح وراح نعطيك الرقم حتى نزودك فيه وتتواصل معهم ان شاء الله بعد الحلقة او اه اه اليوم حتى نقدر اه 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 او نوصلك لمجلس اه المحافظة في محافظة العاصمة. كل احترام لك يا غادة. و الله يجزيكم الخير. يعني على على لا. هذا واجب نسي. شو بنستطيع احنا نقدم للمواطنة. هذا واجب نسيدي. كل احترام. الله يحفظ. اهه اه. هذا انجاز. الله يحصل عليه. العفو. العفو. احنا ما بدنا نقلل من قيمة مركزي. و انا من الناس من اشد الاشخاص الى الفترة زمنية في الاعلام. حاولت انه اه اعطي او صلط الضوء على هذك المجالس. اللي كونت لوحة في سيف سائل يرائع جدا. صحيح. اه اعطت صورة بصراحة مغايرة للشكل الى احنا كنا معتدين عليه. نعم. وبجوز كمان صار فيه مشادات بينه بين اشخاص بمجلس النواب والان موجود مجلس النواب جراء موضوع الخدمة وموضوع التشريع. صحيح. وكان اهتمامهم انه لا احنا كمان انه دور خدمي لانه احنا ما قواعدنا الشعبية معتمدة على الخدمة ولا تعتمد على التشريع وما فيه فكر قانوني. نعم. نعم. اليوم الاعلام بلعب دور. ومجالس المحافظة بتلعب دور بالتواصل مع ابناء الوطن. صحيح. المرحلة القادمة. خلنا نحكي عن انتخابات القادمة. هل راح يكون فيه مجالس محافظة. كم. واذا كان هناك ان شاء الله. شو القوانين اللي اللي مرتبطة بقانون الانتخاب بما يتعلق باللا مركزية. وبنفس الوقت شو بتتوقع يكون بالوعي والفهم اللي موجود عند الاشخاص اللي راح يرشحوا انفسهم. مين تتوقع اشخاص راح يرشحوا انفسهم بعد الشيء اللي شفناه احنا عرض الوقت. تمام تمام. شوف سيدي. ها بالاطار العام. فكرة اللي مركزية ستستمر. وستنجح. وراح يكون لها دور كبير جدا. سواء في المرحلة هاي بجهود زملائي. زملائي بمجالس المملكة كاملين. وانا من الناس المتواصل معهم ومطلح على الانجازات اللي بشتغلوها. نعم. راح يكون فيه دور كبير. والدور الان موجود. وكبير. احنا احنا الان يعني خلينا خلينا نشوف النظرة المتفائلة لمجالس المحافظات. اه بداية الالفين وتسعة الان. راح يكون فيه انجازات على ارض الواقع. المشاريع الان اللي اللي بالموازنات وضعناها. اه. عم نشتغل عليها. راح تبين اثارها اه بعام الالفين وتسعة. على الرغم انه ميزانيتنا بالالفين وثمنتاش اللي كانت مرسودة ومقدارها ستة وثلاثين مليون تقريبا لمحافظة العاصمة. رفعوها. متواضعة. الان احنا نعم ارتفعت ستة واربعين مليون سنهاي. وضعنا وضعنا الاحتياجات المناطق. طبعا انا فعليا انا يعني اشكر اه محافظة العاصمة. اه رجل يعمل بروح القانون صدقا. احنا على الرغم من ضعف القانون والقانون بيحكي انه اعضاء مجالس المحافظات او مجلس الموازنة فقط. وعلى الرغم من ذلك اجتمعنا مع محافظة العاصمة موحدة التنمية. اه نظرنا الى روح القانون. اه شاركنا في اعداد دليل الاحتياجات. وشاركنا في وضع مشاريع الموازنة. الان بالالفين وتسطعاش راح يكون في مشاريع يلمسها المواطن. احنا متابعين تم تشكيل لجنة. لجنة مشتركة من اعضاء مجالس المحافظات. متصرف عن كل لواء. لغيات متابعة كل مشروع في اي لواء. هاي من ناحية. من ناحية اخرى المشاريع راح تكون مشاريع يعني صدقا مشاريع طيبة. مشاريع رائعة. اه راح يلمسها المواطن. سواء في قطاع الصحة. في قطاع التعليم. في قطاع الاشغال. في قطاع الطاقة. الشباب. راح تكون ملموسة. اه اه بكرر سيدي السنوات القادمة. والمرحلة القادمة راح تكون افضل بكثير. احنا صادفنا معيقات. لكن اه استطعنا الان بجهودي وجهود زملائي في مجالس المحافظات. وبجهود الجهات المعنية. انه اه نتجاوزها. وباذن الله سنتجاوزها. احنا في عنا معيقات. وجميع يعرف يعني ما في شيء مخبى. صحيح. المقرات. الادوات العمل. الكوادر. اه ما في. ايش موجودة. وعلى الرغم من ذلك. احنا عم نعمل. وزملائي كلهم في مجالس المحافظات. عم يشتغلوا وعم يعملوا. طيب. بدي اروح لجانبهم جدا مرتبط بالصلاحيات. نعم. احنا اليوم المجالس مرتبطة كمان. المحافظ هو رئيس اكيد. مجلس التنفيذي. مجلس التنفيذي. صحيح. وفي اعداد من الاشخاص غير المنتخبين موجودين معكم. صحيح. في المجلس. وبصير فيه تصويت. صحيح. بكون فيه تأثير من الجانب. اخ نحكي السلطة التنفيذية. نعم. وبتلعب دور كبير. نعم. مع انه احنا قديم نحكي انتخاب. ومجالس مهمة جدا هي من اهم المجالس الموجودة. صحيح. أنا بنظري. صحيح. مجلس اللامركزية والمحافظات هو اهم من مجلس النواب. صحيح. انه هذا مجلس تشريع. لكن هذا اللي واقع الخدمي موجود اليوم في هذا المجلس. صحيح. الصلاحيات اليوم. نعم. شو تتوقعوا الصلاحيات حتى. او شو بتطالبوا بصلاحيات في الايام القادمة. شوف صديقي احنا احنا بداية انتقدمنا بمسودة مشروع تعديل لقانون اللامركزي. احنا قانون اللامركزية يعني ما نستطيع أن نغير قانون نستطيع أن نعدل قانون وحسب القانون أنه فقط 40% من مندون القانون تعدل حتى يتم تعديلها وتقديمها إلى جهات ذات الاختصاص. نحن عملنا عدة تشاركية أو عدة مشاركات سواء مع مجلس النواب ومجلس النواب اجتمع معهم أكثر من مرة اجتمعنا مع الحكومة لغيات تعديل مصوص القانون ومن ضمنها مادة ثمانية والمادة خمسة. المادة المتعلقة في الصلاحيات نحن نحاول نشتغل يكون في صلاحيات أوسع لأعضاء المجالس حتى نستطيع أن نقدم عملنا وزي ما بيحكوها ونحن مرتحين نحن لا بدنا إعاقات من أي مجالس أخرى لكن المجلس التنفيذة هو بعيد بعيد تماما عن عملنا نحن نعم في تشاركية معهم في شغل معهم لكن مجلس تنفيذي له دوره المنصوص عليه في القانون والمجلس المحافظة له دوره أيضا المنصوص عليه في القانون الصلاحيات ستتوسع نحن نشتغل الآن بمعيد زملائي في مجالس المحافظات لغاية تعديل القانون لغاية أن نحصل على مزيد من الصلاحيات طبعا الصلاحيات التي نتكلم عنها سواء صلاحيات لأعضاء مجالس المحافظات أو صلاحيات للمجلس التنفيذي يعني المجلس التنفيذي مثلا المدير التنفيذي عطاه ليس يوقف عند 200 ألف دينار وبعدها يعود إلى المركز ما هي إشكالية بحد ذاتها إحنا اشتغلنا بالفترة الأخيرة على مدار سنة وشهر كامل استطعنا أنه المشروع اللي قيمته ما يزيد عن 200 ألف دينار أنه ما يعود المدير التنفيذي إلى المركز ويأخذ موافقة من الجهات ذات الإختصاص وهو الوزير الآن أصبح الصقف مفتوح لغاية مليون دينار مدير التنفيذي صاحب قرار بمشروع لغاية المليون دينار بدون العودة إلى المركز وهذا بحد ذاته إنجاز بحد ذاته أنا أعتقد أنه إنجاز طيب أنا بدي طيب معنا أخت حنان نعلو راح لاتصالتك بالفترة الأخيرة والحكومة السابقة نعم شهدنا حراك في الشارع الأردني صحيح يرتبط بقانون الضريبة تم تشكيل حكومة جديدة كان فيه دور للنقابات كان فيه دور للهيئات للمبادرات ما شفنا اللمسة المرتبطة بمجالس المحافظة بما يتعلق بالتعديلات بما يتعلق بقانون الضريبة الوقفة بجانب المواطن الأردني أنتم جزء لا يتجزأ من المواطن صحيح الآن ما بدنا نحط حق العلام النقابات شاركها 100 في 100 تلعت مسيرات ساهمت الإعلام وصل إلى صحيح مجالس المحافظة وين كان دورها وخطابهم والرسالة اللي أنا ببحث فيها مع المواطني شو الرسالة اليوم سيدي إحنا من بداية الحراك السابق اللي تم ولغاية اليوم إحنا كان موقفنا واضح تماما فيما يعني بقانون الضريبة إحنا من بداية الأمر اللي تم أصدرنا بيان رفضنا قانون الضريبة بالشكل الوارد فيه رفضناه تماما إحنا اليوم عم نعمل شراكة وسبق أنه إحنا اجتمعنا في مجلس النواب حول قانون الضريبة ورح يكون في إنا اجتماعات متتالية إحنا دورنا واضح أنه دورنا خدمي لكن هذا لا يعفينا أنه يكون في إنا دور فعال بأي أمر يخص المواطن الاجتماعات الآن اللي عم بتتم في مجلس النواب مع اللجنة الاستثمارية والمعنية في موضوع قانون الضريبة إن توصياتنا الخاصة وتوصياتنا رح نقدمها للإعلام إحنا إحنا مصرين على إنه قانون الضريبة ما يمس لا الطبقة الفقيرة ولا الطبقة المتوسطة وهذا هذا سبق وإنه إحنا أصدرناه بمجبيان وإحنا مصرين عليه مصرين عليه بدي أروح لبعد ثاني وهذا البعد الشيء اللي كنت أنا بدأت فيه حلقتنا الآن مجلس النواب مع مجلس الوزراء يطالبون باستقالات وهذه الأمور ستتعلق بكيفية حصر أو التخفيف عن ضغط المواطن الأردني اليوم نحكي بجوانب خدمية الجسر اللي صار فيه مشكلة جوزا قبل سنة حكينا عنه في الإعلام ما تم أي إجراء بخصوصه وهي جانب خدمي نعم نحن اليوم ما بعد مأساة البحر الميت أنا ما رح أحكي في بحر الميت نحن طوينا هاي الصفحة من أنتظر الجهات الحكومية تشوف مين المقصر لكن اليوم على عاتق الجهات اللامركزية ومجالس المحافظة عبئ كبير جدا بوضع وتسليط الضوء الآن على الأخطاء الموجودة على أرض الواقع من طرقات من بنية تحتية من مشاكل في الإنشاءات من مشاكل في الصرف الصحي وهو إلى آخر اليوم عليكم عبئ كبير نحن كإعلان جاهزين نكون غطاء إعلامي يقوم بإيصال الرسائل لكن الآن لازم يكون في خطة اليوم بصراحة إذا بدنا نحاسب وإذا بدنا اليوم نكون فيه شخص حكم بالوسط اللامركزية صحيح معك تماما لأنه أنت اليوم توجهوا للنواة معك تماما شرع قوانين تتناسب مع الظرف والحكومة صحيح بلش يشتغلوا اليوم على الشيء وعطونا موازنات خلينا نشتغل فاليوم الدوردور يعني اليوم بصراحة أنتوا أبطال الميدان إذا بدنا نحط ناس نسلمهم مسؤولية المرحلة القادمة صحيح صحيح شوف أنا أنا يعني بدي أكرر أنه على الرغم من كل المعيقات والتحديات وهذا أصبح حتى الكلام مستهلك إحنا قد ما حكنا في الإعلام لكن هذا لا يعفي يعفينا إحنا كأعضاء مجالس المحافظات وكم منتخبين من الشعب أنه يكون في إنا دور فعال ودور مسؤول أمام أي موقف يحدث داخل المملكة الأوليني الهشمية أنا بدي أعود على الكلمة التي حكيتها الآن المرحلة القادمة أنا سبق أني حكيت لك رح يكون لمجالس المحافظات مواقف عديدة خدمية أو غير خدمية الآن إحنا اللي صار ننتظر الآن نتيجة التحقيقات اللي اللي رح يتم إن شاء الله ويصدر فيها الآن في لجنة مشكلة سواء من لجنة حكومية أو الإدعاء العام ما بعد نتاجه نحن رح يكون إنا دور ورح تشهدوا إن شاء الله وقريبا جدا إحنا شكلنا لجنة ولجنة التربية تابعت وكان في إنا اجتماعات للوقوف على أسباب اللي تمت في أحداث البحر الميت وإن شاء الله للأمام ستجدوا أمور نقف عليها بمعيدكم بأي أمر لا صمح الله إحنا نحكي يعني بس إحنا بنحكي بجانب الخدمات بدي بيكون صراحة طبعا تفضل تعاملكم مع السلطة تنفيذية نعم أنا استمعت لعدد كبير من الأعضاء نعم خارج الهواء إنه إحنا بنواجه مشكلة ب ما بنحكي الصلاحيات بالتسهيلات صحيح أنا لما بدأ أدخل على مجلس على وزير أنا قاعد بعاني معاناة كبيرة مع أنه أنا لا مركزي الأصل في ما أصل الوزير صحيح يعطيني التأشيرات وأنا بخدم لكن في مشكلة كبيرة كانت تواجه عدد كبير من الأعضاء بالتعامل مع الجهات الحكومية صحيح لا أبواب مفتوحة ولا قادرين نقع على طاولة حوام ولا قادرين نتواصل ومرتبطين بالحاكم الإداري وهو عضو من المجلس المحافظة صحيح فهذا الشيء بصراحة يعني بدي تعليقك عليه طبع بس سيدي إحنا بداية نحن مش مرتبطين مع حاكم إداري للعلم كمجلس محافظة وحتى كمجلس محافظة بس نوضح الصورة إحنا مجلسين مجلس تنفيذي يرأسوا الحاكم الإداري أو المحافظ وهناك مدراء تنفيذيين ومجلس المحافظة يرأسوا رئيس مجلس المحافظة هذا بداية الآن نعم أنا أقر أنه إحنا واجهتنا جدا صعوبات بسبب حتى تأخير في المشاريع بسبب البرقراطية الحكومية لكن لما وجدت مجالس المحافظات عم بتحاول الذلل هاي الصعوبات الآن إحنا بدورنا الخدمي الوزير بدي يفتح بابه سيدي والمدير التنفيذي بدي يفتح بابه هاي رؤية جلالة الملك لا يستطيع أحد أنه يتكلم بعكس ذلك نعم إحنا إن دورنا الفعال وإن المواطن له حقوق وإحنا إضطرنا الأمر ننزع حقوق المواطن انتزاعة وسننزعها انتزاعة الآن الوزراء ممكن في بدايات المجلس الفكرة كانت صعبة صدقا الفكرة كانت صعبة على الجميع سواء على على المركز اللي هو ممثل بالحكومة على المدراء التنفيذيين على كافة القطعات لكن الآن أصبح كل الجهات تعي تماما ما هو الدور الفعلي لمجالس المحافظات ودورهم الخدمي الوزير بدي يفتح بابه طبعا بدي يفتح بابه أنا منتخب من الشعب أقدم لهم خدمتهم فبالتالي أنا المواطن جسأني الخدمة تبعتي أنا مشروع المركز الصحي المدرسة شو صار عليها أنا بدي أراجع وزير بدي أراجع مدير والوزير والمدير بدي يفتح بابه هاي رؤية جلالة الملك جلالة الملك في اللقاء الأخير تحدث و جلالة الملك بالصورة بكل تفاصيل أعمال مجالس المحافظات للعلم ووجه الحكومة بتقديم الدعم وتذليل أي عقبات أمام مجالس المحافظات نائب رئيس مجلس محافظة العاصمة ورئيس المجلس بالوكالة الأستاذ مهند النعمات أنا بدي أشكرك حديثك الطيب عن الأمركزي وهذا الشيء نفرده حلقات قادمة ونتحدث أكثر أكثر لأنه من المهم جدا تصطيط الضوء على ما يتعلق بمجالس المحافظات والأمركزية فكل الشكر بالاحترام لك كضيف عزيز اليوم في برنامج كل الاحترام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر